مين فينا بحبش الطعمية؟ أنا نفسي من عشاقها مجرد ما شم رحيتها حتى لو شبعنا بجوع فالنهاردة هنعمل مع بعض الطعمية على الطريقة السورية يعني بالحمص تعالوا بينا نشوف ما قدرنا ونعرف مع بعض طريقة التحضير عندنا ايه بقى؟ عندنا النهاردة كوبايتين من حمص الشام الحمص الشام طبعا كلنا عارفينه اللي هو بتاع المشروب اللي احنا بنشرابه في الشتاء اهو الحمص ده بنجيبه بنغسله ننقعه لو محتاج يتنقى بنغسله كويس قوي وبننقعه مش اقل من اتنشر ساعة يعني من بالليل للصبح طيب بصلايا صغيرة صغيرة متقطعة أربعة تربع عندنا كمان معلقتين كبار من البقدونس ومعلقتين كبار من الكسبرة المفرومة فصين من التوم رشة من الباكينج سودا معلقة صغيرة من الكسبرة النشفة معلقة صغيرة من الكمون ملح وزيت للقلي تمام دي المقادير بتاعتنا بسيطة جدا جدا وكمان الطريقة ولا أسهل من كده بينا بقى نشتغل ونقول كل التفاصيل والأسرار عشان يطلع معاكي أو تطلع معاكي الطعمية عشر على عشر بداية كده إن احنا ننقع الحمص الحمص لازم يتنقع وقت مش أقل من 12 ساعة لشان تأخذي نتيجة كويسة تمام؟ طبعا غسلينه الدنيا تانيه زي الحمص أبتدي أحط الحمص في الكبة قلت بصلايا صغيرة ولازم تكون صغيرة الكمية دي مش محتاجة بصلايا كبيرة بصلايا صغيرة عارفين لابنا كلهم كده لما البصل أوارما ده أهو بصلايا زي كده أنا حسن دي كبيرة فأنا أحط نصها بس تمام؟ عشان ما يغمقش معاكي الطعمية فضروري البصل يبقى كميته صغيرة فصين تلاتة بالكتير من التوم عندي بقى الكسبرة ومكتريش خضرة ومعلقتين بقدونس كفاية قوي كده أحط حوالي ربع كباية مية ساعة وابتدي أخلط الكلام ده كله مع بعضه أنا لا حطيت ملح ولا حطيت بهارات ولا حطيت البايكينج سودا الحاجات دي بتبقى ساعة نحن نقلي لما نيجي نقلي نبتدي نحط أو نضيف الإضافات دي أنا لو هعمل كمية وهضع في المقدار علشان أشيله وحطه في الفريزر فبعمله كده بس بدون أي حاجة تاني فتعالوا بينا يلا نشتغل كده نضرب المكونات بتاعتنا دي في الكبا بسم الله الرحمن الرحيم الكبا بتاعتي من وقت التاني لازم أديها بريك كده علشان ترتاح وما تسخنش معايا وزي مون شايفين بصوا بدأ الخليط يتفرم بصوا يتفرم كده معنا كمان وارجع تاني أكمل الله ينور عليكم تسلم يا أستاذ حمدي والله زي الفل تسلموا كلكو يا رب يلا ونكمل من وقت التاني ببتدي قلب ونزل اللي فوق علشان اللي فوق خالص ده ما بتطلهوش السكينة فمحتاجين ننزله عشان ينعم هو كمان ولو حسيت إن الخليط ناشف قوي حط له شوية مية صغيرين يعني معلقتين مية وابتدي أخلط تاني يلا لغاية ما ناخد قوان نعم جدا جدا للطعمية تيجون بصت كده الدني أخبارها إيه؟ بسم الله ما شاء الله بصوا معانا كده آه طعمية أولا ريحتها يا جماعة تحفة بصوا حب أننا ننعمها كمان شوية فهديها كده كمان دقيقة وبس كده يا سلام عملنا الطعمية في سواني بينا بقى نضرب شوية كمان عشان ننعمها أكتر بسم الله الرحمن الرحيم مش محتاجين أكتر من كده إحنا كده عشر على عشر ما شاء الله يعني أيما من نوم الصبح مجهزة من بالليل الحمص ونقعاه أقوم بقى أعمل للولاد شوية الطعمية ويأكلوا صوابعهم وراها بنضافة وبسهولة والنتيجة إن شاء الله بجد هتعجبكم جدا إيه دي عاجينة الطعمية؟ عايز أقولكم إن طعمها حلوة قوي يعني أنا حبيتها قوي والله العظيمة الطعمية لبالحمص دي بصوا كده كده خلاص طعمية عملناها مع بعض أهو بينا بقى أنا لو هشيل في فريزر طبعا كمان دي كبير هتعمل كتير ممكن هشيل مصوم كده حطوهم في كيس بقى في الفريزر تمام والباقي أبتدي أنا أتبلهم بس أنا هتبل كله عشان نعمل شوية طعمية حلوين تمام يبقى بنتبل وبنحط الباكينج صودة قبل التحمير على طول نحط بقى كسبرة حط كمون وناخد فاطمة ومعنا الباكينج صودة كمان ونحس إنها قطرت الباكينج صودة باكينج صودة ده شعرة كده يا جماعة شعرة ماشي أنا سرحت بصوا كده أنا حطيت التوابل تفضل يا أستاذ حمدي ينفع والله بس مش هتبقى سوري خالص كده هنحولها احنا بنحول أي حاجة أستاذ حمدي بيسألنا بيقول ممكن نحط عليها بيد وتبقى عجة آه ينفع طبعا عادي جدا آه دي بالحمص عادي عادي يا أستاذ حمدي وتطلع جميلة جدا احنا بنعمل اللي محدش بيعمله هنحط بقى الزيت على النار مكنت شلته عشان كان سخن قوي هبتدي أحط الزيت على النار ونشتغل بقى نسيت أجيب المكبس بتاع الطعمية السوري يعني كان في دماغي خالص إن أنا أجيبه وأنا جاية نسيت فإحنا هنشكلها بقى بيدين عادي مفيش مشكلة حطينا كده البهارات اللي هي كانت كمون كسبرة ملح ورشة بسيطة خالص على طرف المعلقة من البيكنجس وده ما تكتريش تمام آه ونقلب كويس كله مع بعضه كده الدنيا تمام عايزها بقى سبيسي ممكن تحطيها شوي تشاط وتاقى ممكن نعملها محشية أو أستاذ حمدي آه طبعا الحمد لله يلا بينا بقى نجهز كده مع بعض معانا سمسم أبيض ومعانا عجنت الطعمية وابتدي بقى أخد وشكل عايز أقولك حاجة وانت شغالك كده لو حستي العجينة نشفت في إيديكي شوية ما يصومونين خلق معلقة معلقة من الميا كده وقلي بيها معا تمام بس أنا زي ما انت شايفين كده العجينة شكلها حلوة قوي المكبس بقى بيكبس هالي كلها قد بعض وبيعملي خرم في النص كده عشان تبقى شكل الطعمية السوري نسلك الخرم من ناحية تاني ممكن بقى نروح حاطين سمسم بالشكل ده أنا عايزة أستنى الزيت يسخن لأنه لو ما سخنشي يخلي الطعمية تفك مني قرب المكبس كمان بيسهل علي جدا في سواني بقى بتغذي وتكبسي وتنزلي على طول بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا زي ما ان شايفين الطعمية تشكلها سهل قوي حسوا كده ان العجينة نفسها طيعة هتبصوا تلاقوا الطعمية مش بتفرط في الزيت عارفين تفرط في الزيت اللي هي يا شيف عملت الطعمية وجيت أحطها في الزيت انتشرت الطعمية زي ما ان شايفينها بتحمر قدامكم مع أن الزيت مش سخنة قوي وشغلة معنا ما شاء الله لقوة إلا بالله شوكا كده بابتدي بصوا بصوا اللون وجماله بصوا الطعمية وجمالها يا خبر أبيض ما شاء الله ما شاء الله بجد حاجة كده يعني من وراء الخيال طعمية بحياتي آه طبعا احلى طعمية بحياتي احلى بنقول شعره كده ايه 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 الحمد لله ايوه زي الفل لا الطعمية بجد وهمية الطعمية وهمية الله الله ايه الشغلة الحلوة ده تسلم ايديكو يا جماعة يعني شكل الطعمية على الشاشة كده تحس انك عايز تميدي ديكي وتاخدي تعملي سندوش كده بايه بشوية طماطم كده متتبلين ده احنا عاملين شوية سندوشات النهارده فضاعة كله على الهوى من اول ما عملنا العجينة صح كده لغاية ما حمرناها فما فيش حاجة ايه مستخبئة زي الفل عايز اجيب بقى الشبكة بتاعتي يطلع عليها الطعمية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نحطها هنا وايدي الشوكة بسم الله اه كده اللون حلو قوي 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 ما شاء الله الريحة يا جماعة الريحة الريحة والطعم طبعا يكفي النظافة يكفي انت عارف انت عاملة فيها ايه بالزبط وحطة ايه يكفي الزيت اللي محمرة فيه وفيه اسهل من كده احنا عملناها في قد ايه حد يقول لي الوقت اللي احنا استغرقناه في عمل الطعمية من اول ما عملناها لغاية ما حمرناها وكله كله ربع ساعة بالزبط ربع ساعة اعملي الطعمية في البيت واحلى من المطاعم فعلا ربع ساعة هو على ايديكم اه بالزبط لا بجد لا لا هنعمل ممنوع اللمس او الاقتراب حدش هيدغر بعد ما نخلص احنا لو دقناها هتخلص العيش الشامي بما اننا شغالين موضوع كله سوري النهاردة فالعيش الشامي لو صغير هنفتحه كده لو كبير مش مهم نفتحه بتدي بقى حط عليه بقى ايه سلطة الطحينة تمام وشوية كده من الهوت سوس لو بنحب الحاجة سبايسي مش بنحبها يبقى خلاص رشد بقى دونس طعمية بقى نجيب طعميتين كده بسم الله سخنين سمعين صوت القرمشة ايه الجمال ده طحفة يلا شرحتين طماطم وهي الطعمية تحلى من غير الطماطم نحط ايه تاني عندنا بقى لفتة عندنا خيار مخلل يا جماعة يا جماعة انا جعت رشة من السماء ونحط بقى المكون اللي انا استغربته جدا لما اكلت قبل كده طعمية سورية في صندويتش كده حطين رمان يا خبر طعمه حكاية فهنحط رمان ورقتين رحان بقى يا سلام يا سلام ده كده الموضوع بقى يعني انا عايزة اكون لازم تجربوا الصندويتش ده وهم يا جماعة ونبتدي نعمل رول بسم الله الرحمن الرحيم ونقفل طب الحمد لله دقتوا دقتوا يعني الحمد لله عملتوا تيست حمد لله لا والله بسوا كده وصندويتش بقى كده ايه يستاهل يعني سلام كبير والله بس عملنا شوية صندويتشات طحفة هنقل صندويتشات واستاذ حمدي برضو كده خلصنا الطعمية وعارفنا ازاي نعمل صندويتش كده بمكونات صدقيني الميكس الاطعامة اللي احنا حطناه ما بين المسكر زي الرمان وحامد شوية مع السماء مع الطماطم مع الخيار المخلل مع الهوتسوس والطحينة لا هيودوا الصندويتش في حتة تانية خالص اشتركوا في القناة